انا كنت جاي تكلم مع حضرتك شوية يا طنط انت تيجي في اي وقت البيت بيتك هو حضرتك ليه ما كنتيش الخطوط عماد قالي انك كنتي تعبانة سلامتك لا ما كنتش تعبانة كنت زعلان ان انتو مقدرتوش عماد وكان المفروض تعمله جبنيوت عماد مش قليل يا جان عندك حق يا طنط انا لو ما كانك فعلا ازعر جدا بس تصدقيني انا المواضيع دي مش في ايدي القرارات في ايد بابا وانت ملكيش رأي زايلية طبعا بس عندي حدود يعني ما قدرش اتعداها وبعدين انا مش شايفة ان الموضوع مهمة قوي علشان اعمل مشكلة مع بابا المهم ان انا وعمادت خطابنا مش فارقة بقى حتة الورقة دي حضرتك فهماني فهماك مش عايزة تقولي لي حاجة اتمنت انت عايزة تقولي لي حاجة في الحقيقة انا ما غصبتش عماد يعمل لي اي حاجة يعني اي حاجة عماد بيعملها بيعملها علشان بيحبني وانا بحبه وانحنا بنحاول نتفق ونتفهم على كل حاجة وموضوع الشقة ده انا اتخنقت مع بابا عليه بس هو قال لي كده عماد لو ما جابش شقة في مصر الجديدة سيبي وانا مش عايزة سيبي وعماد ما قدرش يسيبي بعدين يعني يارتي حضرتك انا احنا نسيب بعض والله انا مش فهمة ليه ابوكي رجع في كلامه عايزني جنب وما قالش من الاول ليه شوف يا طنط لو حضرتك مش هسيبي الشقة دي بقراتك ارجوكي ارجوكي متسبيهاش انتي ايه رأيك يا جان حطي نفسك مكاني لو انتي مكاني هتعمل ايه هتدور على سعادة ابني طبعا زي ما ماما وبابا بيعملوا معايا بالزر انتي رأيك كده؟ اكيد اي ابو واما بيحطوا مصلحة اولادهم اولا بعدين بيبقى عندهم وجهة نظر كده يعني انهم مش هييشوا قدر لعشوه كتر خيرك يا ستي مانا كده كده ربنا هياخدني ليه كده يا طنط ليه؟ بعد الشرع عنك حضرتك فهمتيني غلط انا مقصودش كده خالص انا قصدي ان اكيد اللي يا سعد عمادي سعدك مش هو اغلى حاجة عندك؟ صح؟ صح مبروك عليك يا عمادي يا جان انا ملاحظة يا طنط من ساعة ما جيت ما قلت ليش مبروك هتديني قلتها لك يا ستي الله يبارك فيك بس انا في حاجة مهمة عايز اقولها لحضرتك ارجوك ما تتسبب ليش في اي احراك تاني اللي انا حسيته ان حضرتك مكديش وخطوبة دعمة لمشكلة اعتقد ان وجهة نظر يوقت حده صح؟ خليك يطنط مكانك انا عارفة لبيت ده كويس اوه اشتركوا في القناة